بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيجوم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنفسر اهم الالوان او اكتر الالوان اللي احنا ممكن نشوفها اه في المنام. هنفسر الالوان المنتشرة لناس كتير قوي بتشوفها. هنحاول نفسرها بشكل مختصر. اه اول لون معنا هو اللون الابيض. اه رؤية اللون الابيض في المنام من الرموز اولا بتدل على نقاء. كمان بتدل على زوال خلافات. اه ممكن تدل كمان على علم نافع. هينتفع بالرأي. كمان من الرموز لو شفنا احد متوفي بيرتدي اللون الابيض. فدي بشارة لنا بحسن حاله اه في دور الاخيرة. اللون التاني هو اللون الاصفر. اه رؤية اللون الاصفر في المنام اولا اللون الاصفر اه لونين. الاصفر الباهد اه من الرموز اولا بتدل على ازمة اه صحية ممكن يمر بيها. وفي الغالب بتكون اه حم على قدر الله اه ممكن تدل على حرارة. اه ممكن تدل على سكام وممكن يصبي الرأي. اللون الاصفر ازاهي او الفاتح قوي المنور ده اه اولا بيدل على بحجة وعلى فرحة وعلى آآ سرور آآ هيدخل على الرأي. اللون اللي بعد كده او اللون التالت لما يشوف اللون الاخضر. اللون الاخضر آآ في المنام آآ برضو من الرموز اللي بتدل على عمال صالحة. آآ لو شفنا آآ متوفي آآ برضو آآ لابس اقدر فده برضو حسن حال آآ حسن حال لي في الدار الاخرى. كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم خير للرأي على التوفيق في حياته ونجاح آآ بشكل عام. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على سعادة. آآ برضو من الرموز اللي بتدل على رزق قادم آآ للرأي. لو آآ فتاعة سباق شايفت انها بترتدي فستان اخضر آآ فبشارة لها بالزواج من شخص صالح من شخص طقي. اللون اللي بعد كده اللون الوردي. آآ رؤية اللون الوردي آآ في المنام. اولا اللون الوردي بيدل على العاطفة. بتدل على الحب وعلى المواد ده. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على سعادة وفرحة آآ للرأي. لو آآ امرأة متزوجة وشافت اللون الوردي في المنام فدي بشارة لها بحمل وهيكون في الغالب انسة والله اعلى واعلى. آآ كمان اللون الوردي للفتاة العزباء برضو من الرموز اللي ببشرة لها بالزواج. اللون اللي بعد كده هو اللون الاحمر. رؤية اللون الاحمر في المنام. آآ شوية ممكن تدل على مخاطر. آآ ممكن تدل على غيرة. على آآ غضب. آآ ممكن تدل على الزنوب. آآ ممكن تدل على ازمة صحية شوية ممكن يكون الرأي محتاج آآ يعني او او مرض مسلا يصيب الدم او ان هو محتاج او ان هو هيعمل تحليل آآ دم آآ او ان هو ممكن يصيب بمرض من امراض الدم. اللون اللي بعد كده اللون الرصاصي او الفضي او الرمادي. اولا اللون الرمادي من الرموز اللي شوية ممكن تدل على اسمة صحية وفي الغالب بيكون رمض يعني يكون مشكلة في العيون. اللون الرمادي برضو او الفضي او الرصاصي من الرموز اللي على فكرة او الالوان الغير مستحبة. يعني ممكن تدل على كمان على حزن. ممكن تدل على فراء او طلاق او انفصال. آآ كمان من الرموز اللي ممكن تدل على هموم وخلافات آآ هو الرأي ممكن يمر بيها. اللون اللي بعد كده هو اللون الازرق. اللون الازرق في المنام برضو من الالوان اللي ليها معنى من. آآ ممكن تدل على مشكلة وعلى تعب روحي وعلى حزنه وعلى آآ هموم. آآ وممكن يدل على رفعة وسموه وكمان آآ قدوم رزق للرأي. اللون اللي بعد كده هو اللون البني. رؤية اللون البني آآ من اللموز اولا بيدل على اكتشاف امر آآ للرأي. كمان آآ لو شافته آآ امرأة آآ متزوجة فمن الرموز اللي بيدل على حمل. اللون اللي بعد كده هو اللون البنفسيجي. اللون آآ البنفسيجي برضو من الرموز اللي احيانا برضو احيانا بيكون لها آآ معناين. آآ ممكن يدل على تعب آآ نفسي للرأي. ممكن يدل على انفصال. آآ كمان آآ لي معنى محمود. ممكن يدل على حمل. وفي الغالب بيكون حمل في بنت والله اعلى واعلى. آآ كمان ممكن يدل على سعادة واستقرار آآ في حياة الرأي الشخصية او الزوجية لو كان آآ متزوج. اللون اللي بعد كده هو اللون الاسود. اللون الاسود آآ في المنام برضو آآ من الرموز اللي لها معناين. اللي ممكن تدل على حزن وعلى هم. ممكن تدل على آآ وظيفة. على مال. آآ على آآ سيادة. على آآ سلطة. آآ في حالة واحدة بتكون برضو سايقة لو شفنا اي حيوان آآ باللون الاسود او حشرات باللون الاسود. فدي برضو من الرموز اللي بتكون غير مستحبة. اللون اللي معانا بعد كده هو اللون البرتقاني. اللون البرتقاني برضو آآ من الرموز اولا آآ لما يشوف الرأي آآ المنزل بتاعه مسلا آآ في لون برتقاني او يشوف اللون البرتقاني بشكل عام آآ آآ اولا بيدل على خير آآ قادم للرأي. لو كان آآ طالب فبشارة ليه بالنجاح. لو كان آآ بيعمل فبشارة ليه بنجاحه فعمله. آآ كمان من الرموز اللي بتدل على آآ آآ عمل على تحقيق ارباح تحقيق مكاسب نجاح في تجارة لو كان الرأي بيداجر. اللون اللي بعد كده او اللون اللي هنفسره بعد كده هو رؤية اللون الذهبي. رؤية اللون الذهبي في المنام اولا بيتقول لها لحظ سعيد للرأي. كمان بيتقول لها على تغيير في الاعداث او تغيير في حياة الرأي. والتغيير ده هيكون للأفضل او لمصلحة الرأي. كمان اللون الذهبي في المنام اولا بيتقول كمان بيتقول لها على زوايا الاهم على كمان سماع خبر سعيد او خبر مفرح للرأي. كمان من الرموز اللي بيتقول لها على تخطي مشكلة او تخطي هموم او تخطي صعوب الرأي هيخطيها او هيعديها بسهولة. كمان من الرموز لما يشوف اللون الذهبي في الملابس فده تحقيق الهدف او تحقيق لطموح يمكن قبل معايته كمان او قبل الوقت اللي ممكن كان يتحقق فيه. كمان رؤية اللون الذهبي برضو من الرموز اللي على صروة او حصول الرأي على مال وكمان على ملك. فمن الرموز اللي بتقول لها على زيادة صروته كمان لو هو كان آآ راني. آآ ده كده باختصار رؤية اهم الالوان اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. آآ فصلنا اهمها واشهارها. آآ فصلناهم بشكل مختصر. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو فيه اي استثار او سؤال اكتبوا لي تحت. آآ وانا ان شاء الله هرد عليكم. آآ بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.